فرصة لتغييرها والقضاء عليها بإذن الله سامي شيخنا مثل ما ذكر الشيخ هذا سليمان جزار الخير الحكمة من وجود الصيام التقوية أعلى منزلة يحقق الإنسان في الصيام ولذلك الصيام كان كتب على الأوم السابقة ولكن لآجل مطلب واحد هو تحقيق التقوى والتقوى ليس تعني الإنسان أنه يحفظ ما يأكل الحرام أو ما يغش أحد التقوى في مجرات كثيرة في تعامل مع جيران تعامل بينه بين الله وبينه بين الناس حتى بينه بين نفسه فإذا حقق الإنسان هذه المطالب أصبح في قمة العبادة وهي التقوى التي حثى الله سبحانه وتعالى عليها والنبي صلى الله عليه وسلم وإذا تابعنا أو يقرأ القرآن يجد النداءات من الله سبحانه وتعالى بالتقوى يا أيها الذين ناموا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم كل هذه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى على ذلك وصية وهذه الوصية ما أوصل الله سبحانه وتعالى بها إلا لعظمها وفضلها فإذا حقق الإنسان التقوى أصبح في أعلى منزلة في الجنان يا سلام لأنه اتقى الله في سمعه وبصره وفي لسانه وفي جوارح وفي قلبي سره وعلانية فأصبح في منزلة عظيمة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا جميل احسنت شيخنا الكريم كذلك يا جماعة غير لما تجي لأركان الإسلام الخمسة الشهادتين